السيد الرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد الوزير المنتدب في الداخلية السيد نائب رئيس الجهة السادة رؤساء الجهات السادة رؤساء وحكام الجهات من مختلف الدول الصديقة الحاضرين معنا مرحبا بكم السادة العمال والولاد والأطر والكفاءات حضرت السيدات والسادة الأفاضيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيد بافتتاح هذا المنتدى العالمي للجهات التي نتشرف في المغرب باستضافته ونرحب دائما بضيوفنا من مختلف دول العالم والذين أتوا من قارات متعددة من دول متعددة ولكن كلهم يمثلون جهات وحكومات وسيطة أو محلية والاستضافة تتعلق بأن المغرب يؤمن إيماناً وإيماناً عميقاً بالديناميكية التي يجب أن تسهم بها الجهات والحكومات المحلية في مختلف أوجه ومستويات التنمية المغرب من إيمانه بالديمقراطية والتطوير الديمقراطية يؤمن أيضاً بأن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطية محلية تحتاج إلى أن تكون قريبة من المواطنات والمواطنين تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات حتى داخل البلد الواحد خصوصيات جهة الجهات خصوصيات المناطق ولا ديمقراطية بدون هذه الديمقراطية المحلية كما أنه لا تنمية بدون ديمقراطية فذلك لا ديمقراطية بدون تنمية محلية وإشراك السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم لكن المغرب أيضاً يؤمن إيماناً عميقاً بهذه البرامج الثلاث التي ينعقد هذا المؤتمر لمناقشة كيف يمكن مواجهة تحدياتها كيف يمكن أن يشترك الجميع لإنجاحها هذه البرامج الثلاث برنامج التنمية المستدامة 2030 الذي أطلقته من المتحدة أيضاً برنامج الحضري الجديد وأيضاً اتفاقية باريس والمغرب يوم إيماناً عميق ومنخرط إنخيرات عملي ومنذ سنوات في مضامين هذه البرامج الثلاث كما قال المتحدثون من قبلي كلهم قالوا وأعطوا أمثلة على إنخيرات المغرب العملي اليوم المغرب عنده استراتيجية تنمية المستدامة التي صدق عليها وبدأت تنفيذها صدق عليها في المجلس الوزاري في فواسط 2017 بقيادة جلالة الملك المغرب منخرط في تطوير الطاقات المتجددة وانخرط في هذا وهناك استراتيجية طموحة بأهداف طموحة ببرامج عملية بعمل على الأرض وبتطور وكي أعطي رقماً أو رقمين فقط الهدف الذي يهدف إليه المغرب هو أن تكون عنده إمكانيات توليد 42% من الكهرباء الوطنية سنة 2020 من الطاقات المتجددة واند يكون عندنا 52% من الطاق من الكهرباء المصنعة فوق الفين وربعين فوق الفين وثلاثين 52% منها معنى ذلك أن هناك أهداف طموحة وعندنا برامج على الأرض وهناك أيضاً استراتيجية للنجاعة الطاقية بصدد المصادقة عليها فعندنا برامج متنوعة واستراتيجيات وهذا نتيجة إيمان المغرب بضرورة أن ينخرط في هذا التطور العالمي على الرغم من كلفة هذا الإنخراط المالية والاقتصادية ولكن إيماناً بأنه على المدى المتوسط سيربح المغرب وسيربح المواطنات والمواطنين في المساهمة في مواجهة هذه التقلبات المناخية المؤترة على مستقبل البشرية ومستقبل أبنائنا هناك إذن رؤية هناك استراتيجيات وهناك برامج وعمل على الأرض نحتاج أيضاً بطبيعة الحال إلى أن نستفيد من أصدقائنا عبر العالم وأن نتقاسم معهم أيضاً تجاربنا في هذا المجال وأن نعطي أهمية للجهات في تنفيذ وتطبيق هذه البرامج ولذلك موضوع هذا المنتدى العالمي للجهات هو دو راهنية هو دو راهنية بالنسبة للمملكة المغربية داخل في الاهتمامات اليومية للمسؤولين مركزياً وجهوياً ومحلياً وأيضاً إن شاء الله سيؤثر في انخيرات المغرب في إفريقيا عن طريق تقاسم تجاربه مع أصدقائه وأشقائه في إفريقيا وأيضاً عبر العالم إذن أحاول أن أقول بأن هذا المنتدى هو يلبي حاجة ورغبة مغربية في المشاركة عالمياً في هذه الديناميكية الإيجابية التي عندها من جهة دعم الحكومات المحلية والجهات والجهوية تانياً دعم التنمية المستدامة ومختلف البرامج للتنمية المستدامة ومواجهة التقلبات المناخية فلذلك نحن نساعدون مرة أخرى بأن نستضيفكم في المغرب مرحباً بكم سنكون سعيدين بأن نتلقى خلاصات هذا المنتدى العالمي وأن نستفيد منها وأن نفيد عن طريق التفاعل داخل هذا المنتدى فأحيي الجميع وأتمنى لكم مقام طيب في المملكة المغربية وشكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بباركاته